بصورة مفاجئة طفت على السطح أزمة كانت كامنة منذ سنوات في قضاء سنجار بمحافظة نينوة مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومسلح حزب العمال الكردستاني باكاكا الذي تسلل سابقا إلى سنجار وسيطر عليها عبر ميليشيا وحدات مقاومة سنجار التي يطلق عليها اختصارا يا باشا جذور الأزمة تعود إلى محاولات ميليشيا الباكاكا فرض سيطرتها الكاملة على سنجار وإقصاء كل مظاهر الدولة منها بل إن الأمر وصل إلى منع دخول القوات الحكومية سنجار تأكيدا على خروج القضاء عن سلطة الحكومة في بغداد تووج ذلك بمواجهات مسلحة سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من الجانبين اللافت في الأمر أن أكثر مسلحي ميليشيا يا باشا هم بالأساس يتبعون ميليشيا الحجد ويتقاضون رواتبهم ضمن رواتب الحجد بوصفهم قوة تتبع رئاسة الوزراء في بغداد ما يعني أن القوات الحكومية باتت تقاتل بعضها بعضا دفاعا عن نفوذ حزب العمال في شمال العراق وبحسب مراقبين فإن المواجهات الحالية في سنجار تكشف عن عموق أزمة الهوية والانتماء لدى الميليشيات فقد أسست بفتوى طائفية ثم تمددت ضمن مشروع التبعية لإيران ذلك المشروع الذي دفعها للتحالف مع البكاكا الذي تصنفه العديد من دول العالم منظمة إرهابية تنفيذا لأجندة إيران ودعما لمشروعها التوسعي الممتد إلى سوريا ولبنان